موسيقى موسيقى كيوسف أنوار كحمزة سمومي كسعد أية الخرصة وكاني اللاعبين أسبق لي أنني لعبت ضدهم في الفريق ديال الفتح يعني أصدقاء ديالي كانت عندي علاقة معهم الحمد لله هاد العلاقة مع اللاعبين سهلت علي أنني ندامج مع الفريق بواحد سهولة كان حصراسي كأنني في الفريق ساندة بأولا عامين الحمد لله وهذا غايخولي أنني نعطي نعطي المكسيمو ديالي مع الفريق ديالي فتح نادي كبير نادي تحلم أي لعاب يلعب في هذا الفريق مدراسة تكوين لاعبين أعلى مستوى فريق احترافي مئة في المئة فريق متالي الجميع الفورق اللي في المغرب فريق غاني على التعريف لا في المغرب ولا خارج المغرب الحمد لله ربي وفقني أنني لعب في هذا الفريق وإن شاء الله نكون نحس ضن الجمهور والمدرب والمكتب المسير إن شاء الله بإذن الله فريق الفتح نتاد بربعة اللاعبين يستورابي، محمد سعيدي، الدحماني، أوم قران هذو لاعبين في المستوى يعني سبق لي أنني لعبت ضدهم في الفورق ديالهم يعني لاعبين في المستوى ولاعبين اللي غاد يعطيوا الإضافة للفريق ديال الفتح وتنتمنى لهم التوفيق في الفريق لأننا لأننا مجينا للفتح إلا باش نعطيه واحد الإضافة للفريق والكسبيريونس اللي كنا مع الفريق أخرين نبلغروها إن شاء الله هنا في هذا الفريق وتنتمنى إن شاء الله يساعدنا لحد نحنا نخدمه ونزيده نشغله والكمال على الله سبحانه وتعالى والد رقراقي معنا هضرش عليه أنا يعني استرداتي دياله هو تتهدر عليه ولكن نقدر نقول لك كلمة في حقه يعني من أحسن المدربين في المغرب واشتغلت معه واحد واحد عشرين يوم دابا يعني مدرب طاموح مدرب تيبغي ربح في جميع المقابلات سواء مقابلة حبية ولا مقابلة رسمية يعني مدرب تيلاعب على الألقاب يعني وقوم يمطون خارج الملعب مع قريب اللاعبين أخ ديالهم تيكون قريب لك بزاف نقدر نقول لك من أحسن المدربين في المغرب الاستنادات يعني بديناهم في البلد ديالنا في المغرب ندرنا واحد تلات أيام في الريباط من بعد اتجهنا نحو مراكش واحد أربعة أيام اللي كان الغرض من هاد المراكش هو أننا ننسيجام باللاعبين نتعارفوا بيناتنا نزيدوا نكونوا واحد الجو عائلي وبالفعل يعني الحمد لله هذا هو استاج اللي دوزنا في مراكش من بعد كان استاج في تركيا تركيا بلد من أحسن بولدان في العالم وتبلي أنا أحسن بلد للاستعداد بحكم الارتفاعات اللي كانين في هذا البلد وصراحة يعني بلد جميل بلد ناس طيبين توفروا للفروق قاعد اللي تيجيوا توفروا لهم جامع جامع الحوج اللي تحتاجوا وتلقاوهم ويعني تنظن أن أحسن بلد اللي يقدر يستعدوا في الفروق هي تركيا نحن دابا في نهاية المعسكر المعسكر داز في أجواء مزيانة الحمد لله يعني شغلنا ثلاثة الحصاص في النهار كان الشغل الشاغل هو المنسب دي اللياقة البدنية هو أننا نكون ونوصلوا لصير تالنفو في كونديسيون فيزيك وقوم ممتون خدنا لقاءات ويدية المقابلة الأولى تعدلنا فيها والمقابلة الثانية تهيات تعدلنا فيها الحمد لله يعني استعدادة ديزة في واحد الجو عائلي جو مزيان كل مجند يعني عارفين أشنو اللي تابعنا إن شاء الله في هذا الموسم وإن شاء الله بقينا نختموها إن شاء الله بواحد مقابلة اليوم باش نساليو هاد نساليو هاد الستاج اللي في تركيا وهم يمطعون ندخلو إن شاء الله البلاد دينا نكملوا الاستعدادة دينا للبطولة اللي قد تبدأ إن شاء الله في 25 من شهر دينا وإن شاء الله نكونوا واجدين من الأول إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله يكون الخير هذا الموسم إن شاء الله رسالة الجمهور يعني تنقول لهم من عدل منبر تنقول لهم أنهم يجيوا للملعب أنهم يشجعونها لأننا بدون الجمهور ما تنكونوا بليمو تيفي يعني الجمهور يعني كما تنقولوا هو اللعب رقم 12 يعني تنحتاجوا تنحتاجوا الدعم دياله وتنحتاجوا تشجعات دياله وواسط الملعب وتنقول لهم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أي متتبع يبغي يعرف الأخبار ديال فارق الفتح يعني أبوني في قناة ديال الفتح موسيقى